يبدو أن حكومة العبادي باتت في مواجهة مأزق جديد يضاف إلى مآزقها الكثيرة لأسيما التظاهرات الشعبية الجارية في وسط وجنوبي العراق فعدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة يعني أن التظاهرات ستستمر وستتطور إلى اعتصامات مفتوحة لكن في حال الاستجابة ولو لبعض مطالب المتظاهرين من شأنه وضع الحكومة في أتون مشكلة لا تقل عن سابقاتها ناشطون عراقيون في التظاهرات التي دخلت أسبوعها الثالث قالوا أن وعود الحكومة بتلبية مطالب المحتجين في محافظة معينة دون سواها قد تعقد الأمور بدلا عن حلها وقد تشعل فتنة جديدة بين المحافظات وبعضها فمطالبات متظاهري جنوب العراق باعتماد مبدأ العدالة في توزيع الوظائف والخدمات بين المحافظات رد عليها العبادي في وقت سابق بإعلانه توفير عشرة آلاف فرصة عمل لسكان البصرة حسرا وبجانب قرار العبادي طفت على سطح الأحداث أنباء تتحدث عن تبادل للاتهامات بين مجالس المحافظات بشأن استثمار ملف الوظائف لكسب الأتباع عبر توظيفهم أو الاستفادة ماليا عبر بيع الوظائف للمتقدمين إليها الناطق باسم العبادي سعد الحديث حاول تدارك المشكلة قبل تطورها وصرح بالقول أن الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظات الجنوبية سيتم توزيعها وفق النسبة السكانية لكل محافظة لكن تصريح الحديث عن توفير الوظائف وتوزيعها بالتساوي بين المحافظات الثائرة على فساد الأحزاب يفند الدعاءات سابقة للحكومة بعدم قدرتها على تخصيص وظائف حكومية نتيجة ضغوط يمارسها البنك الدولي على العراق وعلى أي حال فإن إعلان توفير الوظائف وتوزيعها بشكل متساوي لم يعد يحاكي سقف المطالب التي رفعها المتظاهرون والتي وصلت إلى إسقاط أحزاب العملية السياسية لسيما بعد سقوط المئات من المتظاهرين بين قتيل وجريح برصاص الأمن الحكومي